من العاصمة العلمية فاس انطلقت الدورات الجهوية لبرلمان الطفل التي تشمل كافة مناطق المملكة والتي تكرس التنفيذ الميداني لعمل الطفل البرلماني وتعتبر هذه الدورات التي ينظمها المرصد الوطني لحقوق الطفل بتنصيق وتعاون مع وزارة التربية الوطنية مرحلة العمل التنفيذي الميداني لأجندة الطفل البرلماني على المستوى المحلي والجهوي الدورات الجهوية التي تنظمها المرصد الوطني لحقوق الطفل بتنصيق وتعاون مع أكاديمية الجهوية لتربية كوين لجهات فاسة من الناس فهي تمثل انطلاق المرحلة الثانية في عمل الأطفال البرلمانيين مرحلة التي يكرسهم من خلالها المفهوم أنهم صفراء في الطفولة على مستوى المحلي والجهوي ويعملون من خلالها لتنزيل الأنشيط الميدانية التي كانوا وضعوها خلال الفترة السابقة الدورات تهدف إلى مواكبة الأطفال البرلمانيين باعتبارهم صفراء الطفولة على المستوى الترابي إلى تنفيذ أنشطة ميدانية تحسيسية وترافعية بمدنهم وأحيائهم ومدارسهم كنا في الرباط كنا ندرنا الأجون فادي لها الدورات 2017-2019 كنا ندرنا بزالة المشاكل المساعدة بالتعليم بالحياة ديال الطفل لحالات التي يتعرض لها مثلا العون فاولة بحالة عدم تكافؤ الفرص في الدراسة المشاكلة دي كامل طرقنا لها وهي كل جهة هدرات على المشكلة ديالها هذا ويعد برلمان الطفل الذي يعمل تحت إشراف المرسد الوطني لحقوق الطفل الذي ترأسه صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم جهازا أساسيا في إعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وفضاء لتفعيل وتعزيز المشاركة الفعالة للأطفال وتربيتهم على الديمقراطية وروح المواطنة